اشتركوا في القناة كان كما في الصحيحين إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره يعني كناية على اجتهاد في الطاعة وأحيا ليله وأيقظ أهله وده من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ولكن أعظم عبادة بيغفل عنها كثير من الناس في تلك الليلة هي عبادة العفو يا جماعة لأن انت في ليلة القدر الدعابة يقولي يا اللهم منك عفوه أن تحب العفو فاعفو عني فلو عايز ربني يعفو عنك اعفو انت عن الناس ولذلك قالت أمنا عيشة كما في عند الترميدي بسند صحيح قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة الليلة القدر ما أقول فيها قال أقولي اللهم منك عفوه أن تحب العفو فاعفو عني فعايز ربني يعفو عنك اعفو عن الناس عايز ربني يسمحك سامح الناس عايز ربني يغفر لك اغفر للناس اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته